موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسلافك في شرح الدرس الأول من كتاب الرياضيات للصف العاشر الفصل الأول الدرس الأول بعنوان الاقتران الزوجي والاقتران الفردي ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ راح نتعلف على أنواع الاخترانات الاختران الزوجي والاختران الفاردي في هذا الدرس عندي نشاط واحد بيحكي لي الرحلات المدرسية من النشاطات اللاصفية التي ينفذها الطلبة ونظرا لمنع أطفالنا من دخول المدن الفلسطينية في الداخل فإن هذه الرحلات تقتصر على مدن الضفة الغربية ومن أجل اجتذاب الرحلات والزائرين عمدت معظم المنتزهات والملاهي إلى توفير ألعاب متميزة فيها زي اللعبة اللي احنا شايفينها طيب أتأمل اللعبة في الصورة تسمى هذه اللعبة الدولاب الدور ذاب محمد مع عائلته إلى مدينة الملاهي وعندما ركب في الدولاب لاحظ أن حركة الدوران في الجهة اليمنى من مكان الركوب تكون للأعلى وبالتالي تعطى المواقع إشارة موجبة بينما تكون حركة الدوران في جهة اليسار للأسفل فإن المواقع تعطي إشارة سالبة وفي كل موقع يصنع محور العربة مع ذلك الموقع مع محور موقع البداية زاوية مركزية قياسها بين 0 و 180 يعني الزاوية عنده بتتغير من عند 0 لعند 180 اللي هي عبارة عن زاوية العربة طيب ومرة بتكون بالسالب ومرة بتكون بالموجب لأن العربة بالأول بتكون عنده بتطلع زي ما احنا شايفين يعني بهذا الاتجاه فبالتالي بتكون بالموجب ولما تنزل حتكون بالاتجاه السالب بدأ الدولاب بالدوران وعندما وصلت عربة محمد إلى الموقع رقم 5 توقف الدولاب للحظة من عجل أن يركب أشخاص آخرون فكان قياس الزاوية المركزية في تلك اللحظة بيساوي 75 درجة يعني لما وصل اللي هو الموقع 5 كدش كان قياس الزاوية المركزية عبارة عن 75 طيب وصل الدولاب حركته هو وعندما وصلت عربة محمد إلى الموقع رقم 7 توقف الدولاب مرة أخرى فكان قياس الزاوية المركزية في هذا اللحظة لو شفنا الموقع السابع اللي احنا موجود عندي رح يكون قياس الزاوية عبارة عن 105 درجة طيب كيف عرفنا أن الزاوية اللي عندي المركزية عبارة عن 105 لو لاحظنا أنا في عندي 24 عربة طيب قديش زاوية اللي هو الدولاب كله اللي هو عبارة عن دائرة عبارة عن 360 درجة فعندي 420 عربة وعندي 360 درجة فبالتالي لو أجينا قسمنا 360 على 24 تطلع الزاوية بين كل عربة والتانية قديش 15 درجة طيب فبالتالي لما تتوقف عند اللي هو الدولاب أو العربة رقم 7 فبالتالي الزاوية رح تكون عبارة عن 7 ضرب 15 واللي هو بيساوي 105 درجة يعني رح يكون عندي المسافة بين البداية والزاوية لي عبارة عن 105 درجة طيب بدأ الدولاب في حركته ومن جديد ووصل إلى الموقع سالب 7 يعني الموقع العكسي اللي هو القبال السبعة قياس الزاوية المركزية في هذه اللحظة قديش رح تكون؟ أيضا رح تساوي 105 ليش؟ لأنه أيضا الرقم هو عبارة عن 7 والزاوية عبارة عن 5 عن 15 فبالتالي 7 ضرب 15 بيطلع عندي 105 درجة طيب إيش الفريق بين إنه هو العربة 7 والعربة سالب 7 هو الاتجاه يعني بالعربة 7 كان الاتجاه معين وبالعربة سالب 7 كان عكس الاتجاه طيب بيقول للي يكون الاختران قاف رقم الموقع الذي تقف فيها العربة إلى قياس الزاوية المركزية في تلك اللحظة فإن قاف السبعة يساوي قاف السالب 7 ويساوي 105 درجة قاف السالب 5 اللي هو بيساوي 5 ضرب 15 اللي هو عبارة عن الزاوية واللي هو بيساوي 75 درجة الفريق طبعا في التنتهي بين قاف السبعة وقاف السالب 7 هو اتجاه الزاوية وليس قيمة الزاوية إذن نستنتج من هذا الكلام أنه قاف للسالب سين بيساوي قاف السين يعني قاف للسالب 7 بيساوي قاف السبعة قاف الخمسة بيساوي قاف السالب 5 وهكذا نلاحظ أنه هذا الحالة عندي اللي هو فيها الاختران من رقم الموقع الذي تقف فيه العربة إلى قياس الزاوية المركزية زي ما تعرفنا إحنا قبل هيك أخذنا الاقتران في الصف التاسع وعرفنا أنه الاقتران هو عبارة عن علاقة من المجموعة ألف إلى المجموعة با بحيث يرتبط كل عنصر من عناصر المجموعة ألف بعنصر واحد فقط من عناصر المجموعة با يعني الاقتران تعرفنا أنه له شرطين أول شرط أنه في عندي مجموعتين ألف وبا كل العناصر في ألف مرتبطين مع عنصر واحد فقط من عناصر المجموعة با طيب نيجي لنشاط اتنين عشان نعرف هل هذه عندي اقترانات ولا لا طيب يقولي في نشاط اتنين هل أي من العلاقات تمثل آتية تمثل اقترانا نيجي نلاحظ هاي عند العلاقة الأولى لاحظوا عندي هاي المجموعة ألف وهاي المجموعة با لاحظوا عندي هل جميع عناصر ألف مرتبطة بعنصر من عناصر المجموعة با نعم طيب هل جميع عناصر ألف مرتبطة بعنصر واحد فقط من عناصر المجموعة با إذن نعم فبالتالي العلاقة عين واحد عبارة عن اختران لأنها بتحقق شرطين الاختران أول شرط أنه عناصر ألف مرتبطة بعنصر واحد فقط من عناصر المجموعة با وكل عناصر ألف مرتبطة مع عنصر من عناصر المجموعة با طيب نيجي للعلاقة اثنين لاحظوا العلاقة اثنين عند العنصر واحد باثنين مرتبطين بعنصر من المجموعة با طب هل العنصر التالت مرتبط فبالتالي لا فبالتالي هذه ليست اقترانا إيش السبب لأن هناك عناصر من المجموعة ألف غير مرتبطين بعناصر من المجموعة ب ففي عندي عناصر من المجموعة ألف مش مرتبطين بعناصر من المجموعة ب طيب نيجي الآن للعلاقة الثالثة اللي موجودة عندي لاحظوا انه عندي جميع العناصر مرتبطة بعناصر من با ولكن هنا في عندي اشي او خلل عندي عنصر اللي هو اتنين مرتبط بين الاربعة ومرتبط بالتمانية طب احنا عارفين انه العنصر مش لازم يكون له غير صورة واحدة فكيف هذا العنصر مرتبط بصورتين فبالتالي هذا ليس اقترانا ليس اقترانا لأن العنصر اتنين له صورتين في المجموعة ب فبالتالي اخل بشرط من شروط الاختران طيب نيجي الآن للعلاقة الرابعة سين الى صاد يعني من سين لصاد بحيث انه صاد اكبر او تساوي سين يعني تكون عندي قيمة صاد اكبر من قيمة سين او تساويها طيب نيجي نشوف ازواج مرتبة بتنتمي الى هذه العلاقة طيب مثلا لو كانت سين عندي عبارة عن خمسة طيب صاد عبارة عن اكبر او تساوي سين يعني ممكن تكون ستة ممكن تكون سبعة ممكن تكون تمانية ممكن تكون تسعة طيب انا ايش حدد لي ايش هي عبارة عن صاد فبالتالي هذه ليست اقترانا لانه زي ما بلاحظ لو فرضنا سين بخمسة صاد الا اكبر منها او تساويها ممكن تكون خمسة او ستة او سبعة او تمانية او تسعة الى مالة نهاية فبالتالي عندي الخمسة راح تكون الها صور الى مالة نهاية فبالتالي هذه ليست اقترانا لانه كل عدد عندي اللي هو من سين او من المجموعة الف لازم يكون مرتبط بعدد واحد او صورة واحدة من المجموعة با يعني يكون الى صورة واحدة فقط طيب نيجي الان لنشط طيب يراعي المصممون في مجال الهندسة المعمارية بناء تصاميم متماثلة لان هذا النوع من التصاميم يعطي الابنية ميزة مقاومة للزلازل من ناحية ويطفي عليها مسحة جمالية من ناحية اخرى بيقول لى ارسم محور تماثل المبنى في الصورة يعني ايش المحور اللي بتماثل حوله المبنى هل المبنى بتماثل حوالين محور السينات ولا حوالين محور الصادات العمودي لاحظوا ان المبنى بتماثل حوالين محور الصادات العمودي لانه هذا الجزء هيفي عندي شبكين بيقابلهم شبكين 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 هذا الجزء بيقابله هذا الجزء هذا الجزء بيقابله هذا الجزء فبالتالي في عندي تماثل في المبنى حوالين محور الصادات اللي هو العمودي طيب أبحث في مكان سكني عن أبنية لها محاور تماثل وأرسمها هل التماثل يقتصر على تصاميم الأبنية أذكر أمثلة من البيئة الطبيعية يظهر فيها التماثل طبعا إزاي ما إحنا بنعرف جميع الحيوانات أشكالها وصورها فيها تماثل الجزء الأيمن بمثل الجزء الأيصر وهكذا طيب نيجي الآن للنشاط الرابع أمثل بيانيا الإختران قاف علىها حيث قاف السين بيساوي سين تربيع والسين تنتمي إلىها أكمل الجدول الآتي إحنا عرفنا من الصف التاسع أنه عشان نمثل الإختران بدنا نعود عن هذا الإختران بقيم سين أكثر من قيمة ونعود أو نرسم هذه النقاط اللي بتطلع معي في المستوى الدي كارتي طيب هاي عندي قيم سين لما تكون سين بتساوي ثلاثة هنعود عنها في معادلة أو قاعدة الإختران اللي هي بتساوي سين تربيع زائد واحد طيب سين اللي هي ثلاثة ثلاثة تربيع زائد واحد كداش بيطلع عندي بيطلع عندي عشرة طيب نيجي نعود عن التنين هنعود عن التنين في الإختران تنين تربيع أربعة زائد واحد بيطلع عندي خمسة واحد تربية أربعة زائد واحد بيطلع عندي اتنين سفر الصورة تبعتها قديش موجب واحد السالب واحد موجب صورته عبارة عن اتنين لأنه سالب واحد تربية بيطلع عندي واحد زائد واحد بيطلع اتنين سالب اتنين تربية بيطلع عندي اللي هو أربعة زائد واحد بيطلع عندي خمسة سالب تلاتة تربية بيطلع عندي تسعة زائد واحد بيطلع عندي عشرة طيب نيجي نرسم هذه النقاط اللي طلعت عندي اللي احداثياتها عبارة عن سين وصاد اللي هو قاف السين سين وقاف السين قاف السين زي ما حكينا في الصف التاسع هي عبارة عن صاد أو صورة اللي هو النقاط اللي موجودة عندي على محور الصادات وعين النقاط سين وقاف السين اللي هي عبارة عن صاد في المستوى الذكرتي وأصل بين النقاط وأكمل منحن الإقتران عند صورة السفر عبارة عن إيش عبارة عن واحد في الصادات طب صورة السالب 1 عبارة عن 2 صورة السالب 2 عبارة عن 5 صورة ال 1 أيضا عبارة عن 2 هذه هي النقطة التي تتمثلها صورة ال 2 عبارة عن 5 وصورة ال 3 عبارة عن 10 فوق عندي فما رح أقدر أمثلها طيب نيجي الآن نوصل بين النقاط بخطوط منحنية فعرض ما نرى هنيجي نوصل هيك هذه هي الخطوط الموجودة عندي فزي ما بنلاحظ هذا هو الاقتران اللي موجود عندي طيب ايش بنلاحظ في هذا الاقتران بعد ما وصلنا النقاط ولاحظ ان منحنى الاقتران قاف متماثل حول محور الصادات زي ما احنا بنشايفها زي ما احنا بنشوف هذا محور الصادات اللي موجود عندي بنلاقي انه النقطة هادي بتماثل النقطة هادي النقطة هادي اقبال النقطة هادي يعني وزي كأنه المحور الصادات عبارة عن امرأة يعني لو أنا عديتك نص اللي هو المنحنة وقلت لك كملي يعلم على الجهة الثانية يعني برا المراية لح ترسم لي النص الثاني اللي هو عبارة عن هذا النص فبالتالي المنحنة الاختران متماثل حول محور الصادر طيب بيقول لي في نشاط خمسة ليكون الاختران قاف على ح حيث قاف السين بيساوي سين أس أربعة وسين تنتمي إلى ح طيب أجد قاف الثلاثة اللي هو عبارة عن ثلاثة أس أربعة رح نعوض عن الثلاثة بي اللي هو قيمة سين الموجودة في قاف السين فبالتالي ثلاثة أس أربعة يعني ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة بطلع عندي واحد ثمانية طب قاف السالب ثلاثة أيضا نفس الإشي رح يطلع عندي سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة وإحنا عارفين أنه أي عدد سالب مرفوع لأس زوجي فبالتالي النتيجة تبعته راح تطلع موجب طيب 2 أس 4 هذا الشيء معناه 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 2 في 2 بطلع عندي 4 و 4 في 4 بطلع عندي 16 طيب قاف السالب 2 بنفس الطريقة راح تطلع بتساوي 16 أيضا قاف 1 راح تطلع بتساوي 1 وقاف السالب 1 راح تطلع بتساوي 1 لأنه الواحد أس أي عدد أو زوجي راح يطلع عندي 1 والسالب 1 أيضا وسأي عدد زوجي رح يطلع بيساوي واحد طيب إيش بتلاحظ زي ما حكينا زي ما أخذنا في النشاط الأول إنه قاف للسين بيساوي قاف للسالب سين يعني القيمة أو الصورة للإقتران لا العمصر سين لا بيساوي اللي هو قاف السالب سين يعني القيمة أو الصورة لا العمصر اللي هو سالب سين فبالتالي قاف الثلاثة بيساوي قاف السالب ثلاثة قاف الثنين بيساوي قاف السالب الثنين وهكذا طيب بيقول لي أتعلم الإقتران الزوجي قاف على حق هو الإقتران الذي يحق قاف السالب سين بيساوي قاف السين لكل سين تنتمي إلى حق وأن منحناه متماثل حول محور الصادات هذا الإشيء اللي إحنا بدنا إياه فبالتالي بيقول لي في حاجة بنسميها الإقتران الزوجي الإقتران الزوجي إيش معناها؟ معناها أن الإقتران اللي موجود عندي فيه قاف السين بتساوي قاف السالب سين زي ما أخذنا في المثال السابق وبالتالي طبعا لكل سين تنتمي إلى حق يعني لكل عناصر سين وبالتالي منحناه متماثل حول محور الصادات نفس المثال اللي أخذناه في السابق يعني المنحنا السابق أو الإقتران السابق اللي كان موجود عندي عبارة عن إقتران زوجي ليش؟ لأنه قاف الواحد بيساوي 2 وقاف السالب 1 بيساوي 2 فبالتالي متساويين قاف الـ 2 بيساوي 5 قاف السالب تنين أيضا بساوي خمسة أيضا متساويين فبالتالي والمنحنة اللي موجود عندي متواثل حوالين إيش حوالين محور الصادات فبالتالي هذا عبارة عن اقتران زوجي طيب أبين بمثال عددي أن الاقتران قاف الذي قاعدته قاف السين بساوي سين تربيع زائد سين عبارة عن اقتران أو ليس اقترانا زوجيا طيب عشان نثبت أنه ليس اقترانا زوجيا بدنا نثبت حاجة من تنتين إما أنه قاف السالب سين لا يساوي قاف السين أو أنه ليس متماثل حول محور الصادات طيب الموضوع عندي سهل جدا طيب يلي بمثال عددي يعني بس بدنا مثال واحد طيب خلينا نجيب قاف للسالب تنين وقاف للتنين ونشوف قاف السالب تنين إيش بتساوي قاف التنين إيش بتساوي إذا ما سووش بعض بيكون الاقتران ليس اقترانا زوجيا لأنه حكينا من شروط الاقتران الزوجي أنه يكون عندي قاف السالب سين بيساوي قاف السين طيب نيجي لقاف السالب تنين بتساوي سالب تنين تربيع زائد سالب تنين بيطلع عندي أربعة زائد سالب تنين بتطلع النتيجة اثنين طيب قاف التنين تطلع عندي اثنين تربية زائد اثنين وهذا الاشي بيساوي ستة لأنه أربعة زائد اثنين بيطلع عندي ستة طب هل القمتين متساويات فبالتالي القمتين مش متساويات فبالتالي ليس اقترانا زوجيا لأن قاف السين لا يساوي قاف السالب سين يعني هذا الاقتران ليس اقتران زوجي وحتى لو اجينا رسمنا مش راح اقدر او مش راح يكون متماثل حول محور الصدد نيجي الآن لنشاط 7 أبين جبريا أن الاختران قاف الذي قاعدته قاف السين بتساوي سين تربيع ناقص تنين سين تنتمي الى اقترانا زوجيا ليش يعني أبين جبريا معناها لازم نبين بالرموز اللي هي عبارة عن سين وصادعين يعني مش ما ما بديش أجيب مثال زي ما أخذنا في السؤال السابق طيب في هذه الحالة عشان نبين انه الاقتران عند زوجي قلنا انه الاقتران الزوجي له شرطين او في طريقتين بقدر اتحقق منهم انه قاف السين بيساوي قاف السالب سين وانه متماثل حول محور الصدد طبعا انا مش حارسه من الاقتران حبين انه قاف السين بيساوي قاف السالب سين جبريا ليش يعني جبريا يعني بالرموز طيب حنجيب قاف السالب سين وحنجيب قاف السين طب قاف السالب سين ايش بيساوي هنعوض عن السين اللي هو جوه الاقتران في قاعدة الاقتران بسالب سين فبالتالي رح يطلع عندي سالب سين تربية ناقص 2 اللي هو ايش بيساوي بيساوي سين تربيع ناقص 2 اللي هو نفس الاقتران الاصلي ليش طلعت هذه النتيجة عندي لانه سالب سين تربيع اللي هو اي عدد سالب تربيع قدش رح يطلع عندي رح يطلع عندي سالب فبالتالي طلع عندي الاغتران نفس الاغتران الاصلي قاف السين ما هو اساسا بتساوي سين تربيع ناقص اثنين لانه عوضنا عن سين بسين في الاغتران فبالتالي هل هادي الكمية بتساوي هادي الكمية جبريا طبعا نعم سين تربيع ناقص اثنين بتساوي سين تربيع ناقص اثنين فبالتالي لما نجي نقارن بناتهم بنلاقي انه قاف السالب سين بيساوي قاف السين وبالتالي الاختران زوجي لكل سين تنتمي الى حا لاحظوا انه انا هنا جبت انه الاختران زوجي لكل سين تنتمي الى حا مش زي المثال السابق انا عشان اجيب او اثبت انه الاختران غير زوجي جبت مثال واحد فقط فالان لما انا بدي اثبت انه الاختران زوجي مش لازم نجيب امثلة لازم نثبت انه هذا الاختران زوجي لكل سين تنتمي الى حال فبالتالي بنحل هذا الحل جبريا يعني بالرموز زي ما احنا شايفين بنجيب قاف السالب سين وبنجيب قاف السين وبنعوض عن الاختران بالسالب سين وبنعوض عنه بسين فبالتالي بنشوف هل بيسووا بعض ولا لا اذا سووا بعض اذا بيكون الاختران اختران زوجي وبيكون متماثل حول محور الصادر نيجي الان لنشاط 8 الاختران قاف الذي قاعدته قاف السين بيساوي سين تكيب وسين تنتمي الى حال طيب هذي قاعدة الاختران اللي هو سين تكيب عندي قاف الاربعة قدش بتساوي اربعة وستين اربعة ضرب اربعة ضرب اربعة طب قاف السالب اربعة بتساوي سالب اربعة وستين لانه احنا بنعرف انه العدد السالب لما نرفع لأس عدد فردي رح يطلع عدد سالب لانه هذا الكلام معناه سالب اربعة ضرب سالب اربعة ضرب سالب اربعة فسالب في سالب رح يطلع موجب والسالب رح يظلها موجودة فأي عدد أس أس عدد فردي رح يطلع عندي سالب أي عدد سالب أس عدد فردي رح يطلع عندي عدد سالب فبالتالي قاف السالب أربعة بيساوي سالب أربعة وستين فبالتالي قاف الأربعة هل هو مساوي لقاف السالب أربعة طبعا لا لأنه هذا عندي أربعة وستين وهذا عندي سالب أربعة وستين طب هل الاختران هذا اللي هو سينتا كيب اختران زوجي طبعا لا لأني أثبتت بمثال واحد أنه ليس اقترانا زوجيا طيب هل قاف الأربعة بيساوي سالب قاف السالب أربعة يعني إيش هو سالب قاف الأربعة وعبارة عن سالب أربعة وستين فبالتالي سالب قاف الأربعة هو عبارة عن سالب أربعة وستين لأنه سالب وسالب قاف الأربعة وستين طيب سالب قاف الأربعة عبارة عن سالب أربعة وستين طيب إذن قاف السالب أربعة بيساوي سالب قاف الأربعة مش قاف السالب أربعة عبارة عن سالب أربعة وستين وقاف الأربعة عبارة عن أربعة وستين لما نضربها في سالب حتصير سالب أربعة وستين فبالتالي بيطلع عندي قاف السالب أربعة بيساوي سالب قاف الأربعة طيب نيجي لقاف الثلاثة بنفس الطريقة ثلاثة تكعيد بيديش بتطلع عندي سبعة وعشرين قاف السالب ثلاثة سالب سبعة وعشرين طيب سالب قاف الثلاثة قاف الثلاثة سبعة وعشرين طيب لو ضربناها في سالب برة بطلع عندي سالب سبعة وعشرين فبالتالي إذن قاف السالب ثلاثة بتساوي سالب قاف الثلاثة قاف السالب ثلاثة سالب سبعة وعشرين بتساوي سالب قاف الثلاثة اللي هي موجودة عندي عبارة عن سالب سبعة وعشرين طيب قاف الثلاثة قديش بتساوي ثلاثة تكعيب بتطلع عندي تمانية قاف السالب 2 بطلع عندي سالب 8 طيب سالب قاف 2 قاف 2 بسوي 8 سالب 8 بطلع عندي سالب 8 إذن قاف سالب 2 بتساوي سالب قاف 2 طيب ألاحظ أن قاف السالب سين اللي موجود عندي في الأمثلة كلها بتساوي إيش بتساوي سالب قاف السين يعني زي كأني أخذت السالب هدي وطلعتها بره طيب إيش هذا الإشي بيعميلي او ايش هذا الاشي بيمثل بيقول لي اتعلم الاقتران الفردي قاف على حق والاقتران الذي يحقق قاف السالب سين بتساوي سالب قاف السين لكل سين تنتمي الى حق يعني الاقتران اللي بيحقق انه قاف السالب سين بتساوي سالب قاف السين لكل سين تنتمي الى حق ايش بنسميه بنسميه عبارة عن اقتران فردي يعني احنا الان في عندي اقتران زوجي اللي هو قاف السالب سين بيساوي قاف السين وفي عندي اقتران فردي اللي هو قاف السالب سين بيساوي سالب قاف السين يعني السالب بتكون برا قاف السين طيب فبالتالي في عندي اقترانين الآن بنيجي لنشاط 9 بيقول لي اعتمادا على الاقتران قاف السين بيساوي سين تكعيب في نشاط 8 اكمل الجدول الآتي يعني رح نكمل الجدول اللي هو من قاف السين بيساوي سين تكعيب لما تكون سين عبارة عن 3 القيمة رح تساوي 27 لما تكون 2 2 تكعيب عبارة عن 4 أو 8 عبارة. عندما تكون قيمة 1 عبارة عنel . 0ником العديد لكم الأزواج. السالبه 1 بالحضر يعني لكم. سالبي أعون النقاط سينه و قerto السين في المستوى الدكارتي. نرسوم النقاط الموجودة عندي في المستوى الديكارتي نرسوم هذه النقاط في المستوى الديكارتي هذا هو المستوى الديكارتي الموجودة عندي كما نرى هذه النقطة 1 2 3 1 2 3 1 2 أو خلينا نمشي 5 10 15 20 25 طيب بنفس الطريقة العدد السالبة 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 طبعا كلهم بالسالب وهنا عندي بالموجب 15 15 20 25 طيب 1 2 3 1 2 3 طيب هاي المستوى الديكارتي عندي رسمنا نيجي نمثل النقاط النقطة الأولى عبارة عن 2 8 2 صرتها عبارة عن 8 طيب النقطة المقابلة لها اللى هي عبارة عن سالب 2 صرتها سالب 8 يعني هتكون صرتها هنا طيب نيجي للنقطة اللى هى الواحد عبارة عن سورته كديش الواحد صورته واحد فبالتالي صورته راح تكون هنا بينما السالب واحد صورته سالب واحد فصورته راح تكون هنا طيب نيجي لنقطة الثلاثة اللي هي عبارة عن 27 طيب فبالتالي صورة 27 راح تكون عبارة عن هنا بينما السالب ثلاثة صورتها سالب 27 فبالتالي تقريبا راح تكون هنا طيب والسفر صورته عبارة عن سفر طيب نيجي نوصل بين النقاط ونمثل منحان الاختران الموجود عندي فبالتالي هذا هو منحان الاقتران اللي رح يكون موجود عندي زي ما احنا شايفين طبعا الاقتران رح يمتد لا كل سين تنتمي الى حق طيب ايش بنلاحظ هذا الكلام بنلاحظ انه هذا الاقتران متماثل ايش محور التماثل تبعه هو عبارة عن نقطة الاصل فبيقول لي اتعلم الاقتران الفردي متماثل حول نقطة الاصل كيف يعني متماثل حول نقطة الاصل يعني لا نفرض انه هادي نقطة الاصل اللي موجودة عندي هنجيب المسافة بين النقطة هادي والمسافة بين النقطة هادي اللي موجودة عندي رح هلاقي انهم متساويات يعني زي كا انه محور التماثل اللي موجود عندي اللي هو عبارة عن هذا المحور اللي بنقدر نرسمه حواليه النقطة الاصل فبالتالي هلاقي كل نقطة في هذا المحور بتقابلها نقطة تانية زي كا على هذا المحور او في المحور في الجهة التانية يعني زي كا انه هادي هي عبارة عن المراية وهذا الاقتران بيساوي هذا الاقتران اللي موجود عندي طبعا بتماثل حول نقطة الاصل يعني مش بشيء دقيق مية بالمية ولكن هذا الاشي متماثل حول نقطة الاصل فبالتالي الاقتران الفردي هو اقتران متماثل حول نقطة الاصل يعني لو انا اديتك الجزء هذا من الاقتران وقلتلك اعمل الجزء التاني هذا اقتران عندي فردي فبالتالي هتقدر ترسم الجزء التاني بعكس الجزء الاول حول نقطة الاصل. نيجي الان لنشاط عشر. وبين جبريا ان الاقتران قاف الذي قاعدته قاف السين بساوي سين تكعيب ناقص السين. والسين تنتمي الى ح هو اقتران فردي. طيب عشان نثبت ان الاقتران اللي موجود عندي اقتران فردي لازم نثبت هذا الاشي جبريا. فبالتالي جبريا معناها راح نستخدم الرموز. طيب احنا بنعرف ان الاقتران الفردي عبارة الشرط له ان قاف السالب سين بتساوي سالب قاف السين. طيب هنجيب هاد الكمية و هنجيب هاد الكمية و هنشوف هل بتساوي ولا لا. طيب قاف السالب سين معناها هنعوض عن سالب السين اللي هي جوه القوس بسين اللي موجودة في قاعدة الاقتران. يعني سالب سين تكعيب ناقص سالب سين. فبالتالي هذا الكلام لاداش بيطنع عندي سالب سين تكعيب راح تضلها سالب سين تكعيب لانه سالب اي عدد مرفوع لا التكعيب فبالتالي راح يضل العدد سالب. وسالب سين مع السالب الموجود عندي رح تصير موجب سين. طيب نيجي لسالب قاف السين. هذا الكلام معناه سالب. سين تكعيب ناقص سين. طيب لما ندخل السالب على القوس رح ندخله على الطرفين او على الحدين اللي موجودات عندي. رح تصير عندي سالب سين تكعيب. وسالب السالب رح يصير عندي موجب سين. فبالتالي هل قاف السالب سين بيساوي سالب قاف السين? نعم. لانه سالب سين تكعيب زائد سين بتساوي سالب سين تكعيب زائد فبالتالي متساويان إذن الاختران اللي موجود عندي اختران فردي فبالتالي أنا هيك أثبتت ان اختران فردي جبريا لكل سين بتنتمي إلى حق طيب بقول لي أبين بمثال عددي ان الاختران قاف السين يساوي سين تاكعيب زائد سين تربية زوجي أم فردي أم غير ذلك طيب نيجي نشوف عشان نبين انه فردي أو زوجي بدنا نبين أول حاجة هل هو زوجي ولا لا فبالتالي لو جبنا قاف التلاتة أو قاف التنين وقاف السالب تنين عشان نفحص انه هل هو زوجي أو لا طيب نيجي الآن قاف التنين إيش بتساوي؟ 2 تاكعيب عبارة عن 8 زائد 2 تربية اللي هو عبارة عن 4 ويساوي 12 طيب قاف السالب 2 إيش بتساوي؟ لاحظوا عندي سالب 2 تاكعيب بيطلع عندي سالب 8 زائد 2 سالب 2 تربية بيطلع عندي 4 فاو يمع لصوصية سلب اربعة الثانيelyn تـ' تهacions لا لكن غير محτιزين غير محافظين غير محافظين لنقةزين غير محافظين غير محافظين ايضا لا. ليش؟ لانه سالب قافل 2 عبارة عن سالب 12 وقافل سالب 2 عبارة عن سالب 4. فهما ايضا بتسوش. فبالتالي انا راح استنتج انه الاقتران اللي موجود عندي ليس فرديا ولا زوجيا. يعني الاقتران هذا لا فردي ولا زوجي. ولا متماثل حول محور الصادات ولا هو متماثل حول محور الاصل. طيب هو عمل لمثال اللي هو قافل 5 وقافل سالب 5. طبعا قافل 5 بيساوي 150. 0《قافل 5》 يساوي سالب 125 reverse plus 25b avant 28. فبالتالي سالب 5 بيساوي سالب 150. فبالتالي لما نقارن من قافل 5 وسالب 5 زي ما توقرنا بين قافل 2 وقافل 2 اللي موجودت عندي. فبالتالي راح نستنتج انه الاقتران قاف ليس فرديا ولا زوجيا. طيب بيقول لي أتعلم إذا لم يكن الإقتران زوجيا فليس من الضرورة أن يكون إقترانا فردية يعني ممكن يكون الإقتران لا هو فردي ولا هو إقتران زوجي هذا إشي طبيعي ومش كل الإقترانات إقترانا زوجية ولا كل الإقترانات إقترانا فردية ففي عندي أنواع كثيرة من الإقترانات نيجي الآن لحل التمارين والمساعد التمارين الأول بيحكي لي أي من المنحنيات الآتية يمثل إقترانا وإذا كان إقترانا فأي منها زوجي وأيها فردي أو غير ذلك طيب إحنا عارفين عشان يتمثل إقتران لازم يكون عندي ارتباط بين مجموعتين اللي هم ألف وباء سين وصاد ويكون عندي كل عنصر من عناصر سين مرتبط فقط بعنصر واحد من عناصر صاد يعني الصورة أو العنصر الواحد لازم يكون له صورة واحدة فقط طيب وعشان يكون إقتران زوجي رح يكون متماثل حول محور السينات متماثل حول السينات طيب وإذا كان الإقتران فردي حيكون الإقتران متماثل حول نقطة الأصل طيب نيجي نشوف الإقترانات اللي موجودة عندي هل هي متماثلة أو غير متماثلة وهل هي إقترانات بالأساس أم لا طيب نيجي لإقتران الأول الموجود عندي باللاحظ أنه مرسوم رسمة سبعة وبيقطع محور السينات عند سين بتساوي أربعة زي ما إحنا شايفين طيب هل هذا الموجود عندي إقتران؟ يعني لكل قيمة سين موجود عندي صورة واحدة فقط أي نعم لكل قيمة سين موجود عندي صورة واحدة فقط هل في عندي قيمة فيه إلى صورتين؟ لا فبالتالي هذا هو عبارة عن إقتران طيب هل هو فردي أو زوجي؟ طيب عشان يكون زوجي هل هو متماثل حول محور السينات؟ هاي أو محور الصادات عفوا عشان يكون زوجي لازم يكون متماثل حولين محور الصادات هاي محور الصادات اللي موجود عندي طيب باللاحظ أنه هو متماثل حولين المحور هذا يعني هذا هو محور التماثل بالنسبة لإله اللي هو اليمين هو الشمال مش محور الصادات بالتالي ليس زوجيا هل هو متماثل حولين محور الأصل؟ طبعا لا فبالتالي ولا فرديا يعني هذا فقط عبارة عن إقتران ولا هو زوجي ولا هو فردي طيب نيجي للرسمة التانية لاحظوا عندي الرسمة هذه الموجودة عندي نيجي نشوف هل هي اقتران ولا لا هل كل عنصر من عاصر سين مرتبط بصورة واحدة فقط أو لا نيجي مثلا للستة الستة في عندي صورتين لا إلها في عندي التنين وفي عندي السالب التنين فبالتالي هذا الاشي أو هذا الرقم الواحد أو العنصر الواحد مرتبط بصورتين طبعا أي صورة فيهم أخذ طبعا هذا الاشي بيزبطش فبالتالي ليس اقترانا من الأساس فبالتالي هذا ليس اقتران طيب نيجي للصورة التالتة لاحظوا الصورة التالتة عندي اللي هو منحنة زي ما احنا شايفين كل قيمة من قيم سين إلها صورة واحدة في اللي هو المنحنة فبالتالي بتمثل كل قيمة بصورة واحدة فبالتالي هذا عبارة عن اقتران طيب هل هذا الاختران متماثل حوالي محور الصادرات أي نعم متماثل حوالي محور الصادر لان القيمة هادي بتمثلها القيمة هادي والقيمة هادي بتمثلها القيمة هادي فزيك انه محور الصادر عبارة عن امرأة او هو محور التماثل اللي بتماثل حوالي المنحنة فبالتالي هذا هو عبارة عن اقتران زوج طيب نيجي لاخر رسمة موجودة عندي نيجي نشوف زي ما احنا شايفين هذا عبارة عن اقتران لانه كل عنصر في سين إلو صورة واحدة في المنحنة فبالتالي هذا عبارة عن اقتران طب هل هو اقتران زوجي أم اقتران فردي لاحظوا أنه الاختران هذا متماثل حوالين محور الصادات يعني صورة اللي هو التنين عبارة عن تقريبا تنين وصورة السالب تنين عبارة عن سالب تنين فهو متماثل حوالين اللي هو مش محور الصادات عفوا أو حوالين نقطة الأصل فبالتالي هذا هو عبارة عن اقتران فردي ليش؟ لأنه متماثل حول نقطة الأصل نيجل نحل سؤال ال nasal السؤال الinta ticks بيعطي المال الآفتَ قَافَ السِن بيساوي سين ركعيب زائدż 2 entity عبارة عن اختران فردي هل نخمة س こف السالبْ السين 2 س ثان بيساوي خفل سالب سока س Wasn't ايجد عليه 0 سور على ضفة ثان gren الآن مال، سوف نضع سنقود عن سالب سين داخل الاختران طيب سالب سين تكعيب زائد اثنين مضروبة في سالب سين وهذا الكلام بيساوي سالب السين تكعيب راح تضلها زي ما هي سالب سين تكعيب زائد سالب اثنين سين طيب نيجي نشوف قاف او سالب قاف السين هذا الكلام بيساوي سالب مضروبة في الاختران اللي هو سين تكعيب زائد اثنين سين طيب حندخل السالب على الطرفين يعني راح يطلع عندي سالب سين تكعيب زائد سالب اثنين سين زي ما احنا شايفين لانه هندخل السالب على السين تكعيب هندخل السالب على الاثنين سين طب هلا دول القيمتين متساويات اذا هما متساويات اذا الاقتران فردي باللاحظ ان هو حكالي اتحقق يعني هو بالتأكيد هما اقترانات فردية ولكن احنا بنتحقق من هذا الاشي طيب نيجي لباب الاقتران اللي موجود عندي قاف السين بيساوي سين أس أربعة ناقص سين تربيع هو عبارة عن اقتران زوجي طيب عشان نثبت انه الاختران اقتران زوجي لازم نثبت انه قاف السين بيساوي قاف السالب سين طيب قاف السين احنا عارفينه اللي هو بيساوي سين أس أربعة ناقص سين تربيع طيب قاف السالب سين ايش بيساوي بيساوي سين سالب سين الكل أس أربعة ناقص اللي هو السالب سين الكل تربيع طيب احنا عارفين انه اي عدد سالب مرفوع لأس زوجي قداش رح يطلع رح يطلع عندي عدد موجب يعني رح يطلع عندي الرقم هذا هو عبارة عن سين أس أربعة بالموجب ناقص اللي هو سين تربية بالموجب طيب هل قاف السين اللي موجود عندي بيساوي قاف السالب سين طبعا بتساوي اذا الاقتران اللي موجود عندي عبارة عن اقتران زوجي فبالتالي انا هيك اقدرت اتحقق من انه الاقتران الموجود عندي عبارة عن اقتران زوجي نيجي الان لسؤال ثلاثة وبين بمثال عددي هل الاقتران قاف السين بيساوي سين أس خمسة زائد سين أس أربعة زوجي ام فردي ام غير ذلك طيب هذا هو حل سؤال ثلاثة زي ما احنا شايفين قاف السين بحر حبين بمثال عددي وحنجيب مثلا قاف التنين وقاف السالب تنين حنتبين هل هو زوجي ام فردي طيب قاف التنين اص خمسة زائد تنين أص أربعة ويساوي تنين أص خمسة قداش بيطلع عندي لو ضربنا تنين أص أربعة ليه عبارة عن ستتعاش ضربة تنين قداش بيطلع عندي بيطلع عندي تنين وثلاثين زائد تنين أص أربعة عبارة عن ستتعاش وهذا الكلام اش بيساوي بيساوي تمانية واربعين طيب قاف السالب تنين اش بيساوي تنين سالب تنين أص خمسة بطلع عندي سالب 32 زائد سالب 2 أس 4 بساوي 16 بالموجب لأنه سالب موجب بطلع عندي بالموجب فبالتالي هذا الكلام رح يطلع عندي بساوي سالب 16 طيب هذا الكلام هل هو اختران فردي ولا اختران زوجي أم غير ذلك طيب يعني قاف التنين عبارة عن 48 وقاف السالب 2 عبارة عن سالب 16 طب هل في تشابه بناتهم أو هل في الشراطهم بتختلف يعني هل الرقمين متشابهين وإشارتهم متختلف لا فبالتالي الاقتران ليس فرديا ولا زوجيا لأنه ما فيش عندي ولا تشابه في الأرقام ولا تشابه في الإشارة طيب نيجي الآن لسؤال أربع أتحقق جبريا من صحة العبارة حاصل ضرب اقترانين زوجيين هو عبارة عن اقتران زوجي طيب عشان أتحقق من هذا الكلام لا نفرض أنه فيه عندي اقترانين لهم قاف الصين وهذه السين وأنا بالتالي راح أضرب الاقترانين قاف الصين ضرب هذه السين زي ما إحنا شايفين طيب عشان يكون الاقتران الموجودة عنده زوجي زي ما إحنا عارفين لازم الليوه حاصل ضرب هذول الاقترانينkal dois يحدد يساوي הקاف للسالب الصين مضروب فيها للسالب الصين طيب احنا عارفين مع أنه قاف الصين اقتران زوجي uía فبالتالي قاف السين بيساوي قاف السالب سين لأنه الاختران زوجي وها السين بتساوي ها للسالب سين فبالتالي قاف السين اللي أنا موجود عندي بالأول هي نفسها قاف السالب سين اللي موجود على الطرف الثاني وها السين هي نفسها السالب سين اللي موجود على الطرف الثاني يعني الكمية هادي كلها اللي عبارة عن قاف السين ضرب ها السين هي بتساوي قاف السالب سين مضروبة في هذا السالب سين ليش؟ لأنه هذه بتساوي هذه وهذه بتساوي هذه وضربنا هذه في هذه وضربنا هذه في هذه فالكميتين هدولا كلهم المقدارين هدولا رح يساوي بعض فبالتالي الإقتران قاف ضرب هذا السين هو عبارة عن إقتران زوجي فحاصل ضرب إقترانين زوجيين عبارة عن إقتران زوجي أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حدفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر